كابتن علي يمكن أنا عندي حاجات تاريخ كبير لسه عاوز أتكلم فيه لكن قبل ما أتكلم أنا معي واحد حبيبك قوي فيه تقارير ليه وهو بيسموه مخ آه طبعا مختار مختار طبعا فمختار بيقول لي أنا بعشق كابتن علي بريشي مختار جميل فمعنا تقارير ليه هنشوف قال إيه ونرجع تاني نكمل بقيت حباسي كابتن علي يعني كان من جيل فليت في كلة القدم والجيل ده هو كان هو كمان البنبونة بتاعته يعني كان حاجة يعني أيكونة في كلة القدم ما شاء الله يعني ليه الحظ أن أنا الحمد لله بالعالمين تفرقت على الكابتن علي ولعبت مع الكابتن علي وده أمر يعني أكيد أنه هو ده حاجة تشرفني أن أنا أكون كنت بتفرغ عليه وكنت يعني مهيمن به وبعد كده ألعب معاه في منتخب مصر وعيش في الجيل بتاعه آه يعني ما عشتش معاك تيل في اللعب يعني لكن أكيد أن الكابتن علي كان عايش معايا قبل كده بشكل كبير جدا 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 الكابتن علي صلاحة في الكرة يعني هقول إيه مالوز زي هو فعلا من الناس في صلاحة يعني المعدودين في كل تلقادة من المصري لأنه هو كان يعني زي ما بيقولوا كده أو زي ما أطلقوا عليه ساعتها أنه هو فكة الكرة المصري فعلا الكابتن علي كان ممتع في أداؤه كان أداؤه يعني فريد ومتميز لأبعد الحدود الكابتن علي كان من الجيل اللي هو يعني أطلق الشرالة بتاعتنا في أفريقيا أنه هو الجيل اللي هو كان موجود فيه الكابتن علي هو أول جيل خد بطولة أندية في أفريقيا ودي خلت يعني كل الناس بعد كده يعني ايه اشتغلت على هذا الأمر يمكن الأمر ده كان يمكن بعيد عننا شوية لكن بعد ما الإسماعيلي والمجموعة بتاعت الكابتن علي أبو جليشة بما هو فيهم أحلزوا البطولة الكبيرة جدا اللي أسعادت مصر سعادة غير طبيعية بالمناسبة أنا المتش النهائي كنت في الأستاذ كنت بتفلغ على المجموعة دي في الأستاذ وانا كنت صغير يعني شوف يعني أنا عايش يعني أنا بتكلم دلوقتي وانا عايش في نفس اليوم اللي أنا روحت في الأستاذ وشفت الفلة الإسماعيلية وهي بتحق بطولة وشفت الكابتن علي في الملعب في الأستاذ الكاهرة فده كان يعني حاجة هيلة جدا جدا بقول إن أنا أنا سعيد جدا في إن أنا يعني أتكلم على الكابتن علي وإن أنا أكون معاه أكيد إن دي حاجة يعني شرف لي يكبر جدا جدا إن الأيام تيجي إن أنا بعد ما كنت بتفلغ على الكابتن علي وكان لي الشرف إن أنا ألعب معاه في آخر أيامه إن أنا أتكلم عليه واسني عليه ومهما هقول أكيد إن أنا لن أوفي الكابتن علي الحق اللي هو يستحقه في إن أنا أوفي عليه في مجمل كلت القدم المصري هو يعني يعد من أفضل ما أنجبت الملاعب المصري بجد يعني إحنا سعاد بنجامل بعضنا في بعض الكلام لكن الكابتن علي مش مستهل المجاملة لأن الكابتن علي حقيقي أفضل ما جات أو أفضل ما أنتجت مصر في كلة القدم المصري شكينا عم مختار كلام فعلا طلع من القلب وفعلا الكابتن علي يستحقق هذه الكلمة مختار أولا أما ظهره لعب وكان في إسكو أيوة وبعدين جان نادي الأهلي لا فرق مع نادي أهلي كتير يعني أضاف الجبهة اليسرى دي كانت ملاش حل في النادي الأهلي بسبب مختار بسبب مختار طبعا مش مهم الجنب اليمين لا مختار تبيش شدهوس هي بيعمل كده وصف الأرض وهو عارف راح فين يعني مش زي كابتن اللي يوميس كابتن بيدور على القرش لا بيتوه أي حد ياخده وروح بصف ما بيعرفش بيثبت وبيعدي كان مصطف يعني كان لا فاتح صغرة في الحتة دي وخادم طبعا انت عارف الأطراف كلها مهمة يعني مصطف عبدو في اليمين ومختار في الشمال الاتنين دول شغالين طبعا يفتح الملعب يفتح الملعب في أي زنة في أي توسط دي الحلول الفردية دي مهمة جدا لأن انت على الأطراف بيتقابل الباك بتاعك تضربه وبتعدي منه وبتحل مشاكل كتيرة جدا مختار كان مفتاح لعب وحتى في المنتخب مصر احنا لعبنا مع بعض في دور الصداقة في السعودية ما كنا مع بعض يا مصطفى وكان سيادة 74 وكان حسن حمدي وكان لا 75 خطيبه حسن حمدي ومختار صف عبدو لرحمه سابت وسعيد عبد الجواد وكان سعيد عبد الجواد يعني كان مجموعة دي حقيقة فمختار لا مختار دريبلر برجلين لتنين ومتعرفش هو معد متعرفش يمشي من ولا جمال دي حقيقة